مع منتوجات الوطن القبلي الفرحة عندها سرارها مرحباً مرحباً مزلنا معكم في لبشو وركزوا معنا تواب بش نمشي والواحد من أكبر وأحسن معامل الطماطم والهريسة والمعجون في تونس تفرجوا معنا في الفتير المزيين هذا بش نتعرفوا على سوكودال عالم طماطم الوطن القبلي شوفوا مع بعضنا في أرض الوطن القبلي الخسبة نزرع أفضل أنواع الطماطم في تراب تونس سوكودال المصنع يحتوي على أحدث التكنولوجيات والمعايير التقنية تبدأ مراقبة الجودة من عملية الجمع إلى مجموعة من مراحل الفرز النظافة والاختبارات وبتقنيات حديثة ومعايير عالمية عند سوكودال تدفن مجموعة من خيرة شبان وشبات الجهة تحت إجراءات سلامة ووقاية ونظافة من أحسن ما يكون تسعى سوكودال لتوفير طماطم مركزة ذو جودة عالية تقدم بها منذ ما يقارب خمسين سنين منتوج منتاز للسوق المحلية وإلى جميع الأسواق العالمية سوكودال كالتاة ومعايير ومعايير كنتوا تشوفوا على الإنتاج وعالكالتاة يعطيهم الصحة السوكودال هو معمل تأسس عام 1974 متخصص في إنتاج طماطم العادة والزمان طماطم منتوجات الوطن القبلي يبردون كبان طماطم حمرة وفرجقة على خاطر الروم بلساج يكون مباشر مطماطم الكعب مع العلم أن وحدات الإنتاج والتعليب معزولين تماما على وحدات القبول والغسيل وهذا أمر مهم برشة بالإضافة إلى توفير المشاتل ذات الجودة العالية للفلاحين والمزرعين والمشاتل هذي منين خارجة خارجة من منبت منتوجات الوطن القبلي وهذا اللي خلي منتوجات سوكو دال تماطم الوطن القبلي بروديو دو كابان من أبنة تماطم اللي تلقاوهم في تونس وفي العالم زيدا ومش بالسهل نقوله في العالم لأن سوكو دال هي واحدة من أكبر شركات المصدرة لكل العالم تقريبا نقوله أمريكا وكندا نقوله فرنسا سويد كامل الدول الأوروبية والعربية وخاصة ليبيا معنتها يقبلوا برشا ويوصلوا لهم المنتوجات منتع سوكو دال اللي متحصلة زادة على عدة جوائز عالمية جوائز عالمية تثبت جودة متاحة كيما جولد وولد من وولد كواليتي سيلكشن هذية ماطم الوطن القبلي سوكو دال اللي تلقاوها لهنا في تونس وين ما تحبوا في جميع الفضائيات الكبرى وبطبيعة الحال عند عطر الحومة منتوجات الوطن القبلي سوكو دال حاجة هي لبرشا مضمونة من البداية للأحسن معمل بجودة عالية وعنده برشا سنين وبرشا خبرة الفرحة عندها أسرارها مع سوكو دال اشتركوا في القناة الوطن القبلي الفرحة عندها سرارها يلا عبعة الثقاء على خمسة وثمانين ثمانية وربعين والحلقة الجاية بشنا عمنا بتيراجوا صور بشنا نشوفوا أنتي تنجم تربح سوكو كيشويفتلوكين طبع الثقاء ويجيوا بعد الماكسيموم أسألة فرحان برشا بش نستقبلوا أنا نفرح كيجيوا ضيوف نخرجوهم من الكادر متاحهم في السياسة ولا في الكرة ولا في الفن ولا في الثقافة ويجيوا معنا بش نزيد ونكتشفوهم أنا فان معجب بيه من قبل اللي مغروم بالقراية وبتونسي بدو وبالطان وبأداء وفي برامج بش تقع التاريخ في تونس قبل ولا بعد الثورة سعيد جدا بش تقبل وما يهمنيش فيش نو يخدم أما الصحو فيه أحسن حاجة أنا نجم نصف هيلو فتحي المولدي مرحبا 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 نورتنا شكرا لك أنك نورتنا نعرفك ما تحبش برشة لحوارات ونعتذرك لو صار في فترة ماء سوق تنسيق وغيره من طرفنا شكرا لك وشكرا على رحابة صدرك وتخدم اللي تحب بالنسبة ليا أنا أحسن صفة صحفي ونقعد به تساعات فك الصحفيين اللي يبدو عنده طموه يحب يشده وزير ولا مسؤولة كيفش تستغني على أحسن مهنة في العالم وتحب تشد بها منصب ولا مسؤولية ولا غيره صحيح ولا لا معناتها والله صحيح ساعتكم الصحة يا عايشي تكادر حلو الجمهور محلاة جدا وليلة رمضان باهية معناها بتباعة الحال يشرفني برشة نكون معاك نوفل وتعرف عشرة كبيرة وتاريخ على ذكر الإعلام والله حلوة كنت عدا في برامج الكورة ناس تفرج قولوا محامي شام في الكورة كنت عديت في الحق في الحق معاك قالوا بالله يتريم تعال الكورة شام الفلغ في الخانون فيبشون تعدا في النشرة الجوية كوارجي أنت محامي محل الرياضي كرونيكور صحفي وستاذ جيمعي دخلت العالم الإعلام تبركى لعام ستة سبعين ألف حصة تلفزية وأكثر من خمسمائة ألف مقال صحفي قريت كل محامي وقضاء وعضو للتنفيذ في تونس نس كل تحبك نس كل تحترمك كيحكيوا على فتح المولدي فم مسافة كبيرة من الإقدر والإحترام وهذا أنت بنيته بفضل سنوات وسنوات من العمل من الانضيبات من الكلام من الحق بصراحة نحب تصفيقة كبيرة عليك خطر بالحق ما عنيش برشة كيفك سيفتحي وبرشة استغرب ويقولوا كيفك كوارجي 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 لأنه أول العشق هو الكورة أنا قلت باب سعدون نسري طار باب سعدون عن الفرج مول كنت قرأي بالكل كنت ياسر مغروم بالكورة انتدبوني من الحومة الحاجة عليه اللي يرحمه الناس الكبار تعرف اللاعب أذي لقديم الدولي متاع الترجي لعبت في جياسون بعد عبت في الفريق الوطني منتخب الصغار كان وراي عمر الجبالي وقتها قبل استقلال وقت نواري بلون وقتها عمر الجبالي يلعب وراي انت انت البوست متاعي مليو التيران مليو التيران مليو التيران وحاصلوا غرام غرام الكورة خلا غرام مطالعة متاع الكورة كيفية ملي صغير نقرة كل الجرائد متاع الكورة وبالأساس الجرائد فرنسية فرنس فوتبول وليت عندي الكتيبة ونكتب وملي صغير نكتب نوفل جيت مع بعض هالكورة مع القراية مع الغرام بتاع الصحافة وتخلت الصحافة صغير 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 بورش بورش التو تكوري ظليا لحد نص نهار ما يتحصل عليك حد هكتعرف نهار لحد نص في النهار بيستحيل عندي قضية جنائية ويحبش هكو مؤلي بالأعدام يجب مني يكون حاضر معناه نهار لحد نص النهار حدش نشهر على 12 حدش نشهر على 12 نعملو شهاية الراحة الفرق الكبرى زام 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 حدش نشهر على 12 شتي معناه ثل جمط الريح هدش نشهر على 12 هدك اكثر من البطولة التنسية في 6 شهر عاملين 10 ما تشاهد تبيعة الحال لا البطولة التنسية لعندها ملاعب لعندها جمهور لعندها كاميرايات يتفرجوا فيها بطولة معناها تتعدى في الخفاء معلس توجع السؤال كما هك يوجع يوجع أمين عندي سؤال يوجع أكثر وما همني نقول هم بي بي ه علش ما تقول همش اللي انت تحب ندي لإفريقيا علش مخبي هو شوف ساعات المخبي هل أحبيه بعض نخليوها بي بي ه خليها لا لا خليها 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 والله خليها ما عندي حتى مشكل لأنه شوف برشة ناس يعرفوا أنه نحب برشة في رق وأنه نعطيك معلومة معناها أنا أبو هزني الحاج علي للترجي الرياضي وقتها كانت عنا في جيسو شبيبة العمران فريق طيارة برشة برشة تعرفش كون فيه فيه نجيب غميث يعني الناس الكبار شوية سوست دي زويت محمد علي موسى محمد العياري حمدي الباهي جاء وقتها لإفريقي وهز الملاع بيها الكل الحاج علي وقتها 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 عملت ستة شهر بالأبونمون بتاع الفانتويت خلت النقرة في الصادقية ونسك في باب سعدون وترجي في البرك بي دونك الفانتويت وعلى عصر عنا ما كن جعله برشة وقتها عصر ونعطيك معناها حاجة وتنجم تقول لي كي وقفت الكورة بطلت الكورة واحدة لأنه ونلعب بالسرقة على الوالد واحنا عائلة محافظة معناها وقتها معناها يلعب بالكورة وقتها وقتها وزوفري معناها يلعب بالكورة وقتها وقتها وزوفري أنا كنت في الصادقية معلومة في برمينة تريميستر جبت 14 أنا الأول دوزيم تريميستر خلنا في الاسبرانس تجيت ومبيت ووتلى وأنا بالسرقة رحلة في رحلة دوزيمتني مستر يجب التسعة معدل المدير جاء القسم خشكونوا وشبيه وانا من الكورة خذيت قرار قط وقمت جاوب شني مهزوني انتران وخطوا مبطط الكورة وباب ساعدون لكل يتذكر كيفاش فتحي بط الكورة ولا دونك الملاعبية طارق يعرف طارق ذيب يعرف فتح المودي خفاش يكور كورنا حتى ما بعضنا معناش برشة معناها يعرفني نتذكر انا واقع في الدوحة وقت قاعدين الولاد بوتريكا وطارق وانا جيت وقت حسيل وقالهم راو كوارجي قالوا راو مش محلل راو يعرف يلعب الكورة عدا بوتريكا قاد معنا قاعدنا نحكي على الكورة وخلفياتها عما تبركال عليك دونك انت تحب نادي الافريقي هذا اكد خليوهم بعض خليوهم بعض انا الساعة اللي فاجهني قدش عندك وراق كنت اينا اي الكل متاعك اه بش نفسلك او انا للاسف صحو فيه كلاسيكي شوية معنا الصحفين يحضروا الحوارات من انا نبدأ نعيش كل يوم ونكتب معاهم ونراجع ونحب عندي 600 صفحة مش نقرأ منهم مية في الحي ما من نجمش حاولت من نجمش معنا ما زلت نمن اللي كل شي مكتوب ولي ما نعرش فمش كوني يعتبر وضعف فمش كوني يعتبر ونقوة به ميهنية اي معتها خدمت برشة ما فاميش الماتشويت متاع تونس في البيين خدمت برشة في البيين وغيره سؤال عكسي تونس سؤال رائع لأنه برشة ناس تستخيل لأنه علاقتي مع هشام وعليقة كيخوية يعنيها علاقة طيبة ياسر وحبي بيت أول مرة استدعاتني البيين وقتا كانت الجزيرة الرياضية كمشيت غادي نتذكر هشام ونذكر الولاد الكل قادوا باتين فتح شي عمل هوني اش مجيبو نو استدعوني هما تفرجوا في بالمكشوف يتفرجوا المسؤول الكبير متاع قناة الجزيرة الرياضية قال لهم ذاك كل بولحية في البلاتون متاع بالمكشوف نحب نجيبو اي بذضبط نحب يجي نعم نطلق شو اللي في البيين ما فماش معنا انشيان دو ديبع سو لكلوب دي جورناليست نادي صحافي دو تلي مشيت هشام بيدو قد بات معنا فتحي كيفاش وكذا اما هشام هو كيخوك بالحق جاءت فترة متقطعي متحكيو شو مبعضكم نعم يستحيل مع علاقتكم ما بردتش في حتى فترة شوف شوف هو مع هشام من اللول نعرف بعضنا كزمالي في التربين دي بريس هو في التلفزة الوطنية وانا في تونيس بدو زم فتخبروا انت كنت انا ضد هشام في قضية عادية معناها وانبعد صادفت وانو تقابلنا في الطيارة وانا ماشي للدوحة ووقتها بتبعت الحال انا اكتشفت هشام هو اكتشفني وما نكذبش عليك معناها انبعد البين هي اللي تستدعاني ولكن مرة ولا مرتين هشام يقول لهم انا نحب نخدم مع فتح المولدي في اللخرين في بريود اللخرى اللي تحكي فيه نعرف شنو الخلفية متاعو لانو في البلاتو انو يشام كلاش في البلاتو لانو يشام عنده شخصية قوية شيء مساهل على البلاتو اللي انجرابل معناها قوي واغرسيف شوية اغرسيف ويستفز وانا تعرف تبيعتي اني انسان زادة حتى انا نتكلم اي دونك ببعض الحلقات انتع هذا المساء وانو انا يشام جبتي كلاش معناها انت بالعاكس للي ميشين اهلوة صحيح انا اتغشش شوية يشام اتغش شوية ولكن ما عندكش فكرة العلاقة بيني انا ويشام راه يفهم العلاقة المهنية والعلاقة الشخصية العلاقة المهنية كل احتراب كلها التقدير ويشام معنا نحب بلاتو معا متأكد وانو هو مبارش هتوين ساكلاشي والبيين وحتى طارق وكذا احيانا معناتها بلغ تذكر سيفنجير وقت قال ما احترم تونيش وكذا معتال شحية توترت الدنيا بالحق ولا لي لي عادي عادي انا شوف في البيين اللي شفتوا انا على الاقل انا اللي نعايش معاهم لانو انا اللي معاهم نوف انا ماشيين مليللة اللي ماشيين ومبارا كانت تذكرها مليح متع التفنيين متع 120 منهم بورشة وانسا والامكانيات وقتها المادية متاع البيين سبار مكنش تسمح دونك بدلوا برنامج كامل بدلوا برنامج كامل ولاوا معناها اكتفاوا بمحلين من غادي من الدوحة لانو الامكانيات مع تصفات حيومة الغاو جيانك مش انتي بطلت لا لا مش أنا بطلت عاملين تقشف تقشف كيما لا لا وكيما نحكي لك نحكي لك حاجة اخرى زادة في الكأسة العربية الاخرانية نفس الشي وانا زادة في الكأسة العربية لانو الكأسة العربية ثم بعدها الكوبدافريك معناها فيها تقريبا معناها اكثر من شر واش اختيار حاجة منهم انا جا مش نمشي للزود ولكن فما تقشف تبعها للبيين ككل المؤسسات الاعلامية معناها فيها اه بتبعها وانتي تعرف نوفل ما نحكي لك شعلتونس خليك خليك عايش في البيين اجواء شوف نوفل ناجم في البيين مثلا انت بعثلهم صبيته ولا مزلته ولا يصبوا في الوقت لا 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 امورهم امورهم فيها برش احترام شوفناهم برش احترام وناسك تسأل المحرج عادة الناس والفنانين اي وتخلص برشا في البيين اخلص عادي كما يخلصوا اليخ المغادي في البيين عندهم عشرة سنوات تتعامل معاهم نوفل مانا يعرفوا شني اقيمتك قدروك اخلت له كان وبرشا مشي وبعد نحاوه وتخلص على قدمة كافئتك انتي لا تناقش ربما نقول هايش ضيوف الكل كافئتك لا تناقش سيفات حي ومنظنش كان فهمت تونسي ناجم يناقشني فيها خاطر متكونة صحيحة من اللوطة بريسكريت الجمل القصيرة الدنيا ذي كروه فما صحافي يقولوا اكتبت مقال طويل ملقيتش الوقت شنكتب مقال قصير معتها القوة متاعك ووقتها الفان والجملة القصيرة اللي انستليت انتي تقريبا معا شوية جلبي في الصباح كذا معت الخدمة صحيحة به تخلص شهرين ولا بيكل حصك يتمشي لا مش بساعة الاتفاق وانو اذا كان فهم افن مو كوب دافريك باركزام تتفاهموا عليه ولا تتفاهموا عليه كوب دافريك ولا سياسي معتها حتى كان مفارك لا لا مش لا بالحصة لا بالساعة على بكذا كوب دافريك كاب بريشنو ما معناها واحدة والاتفاق يكون معتها بشو نقولوا ماديا البيين سبور اعطاتك راحة ملقيتها في حتى قناة اخرى اكيد لا في تونس لا خارج تونس لا والله يشوف خدمت معا قنوات اخرى عربية اي وانا يستدعوني ونمشي معاهم ونعدي معاهم حتى فترات طويلة مانا قنت الكيس باركزامبل عملت معاهم الكوباراب ماناها الليل ومش كوباراب عملت معاهم الالعاب العربية لمدة شهر ثم اكترام كبير وش كون يدخل اكثر فلوس المحامات ولا الاعلام لا لا المحامات حياتي مانا الاعلام كيف وانتي كنت تحكيق بليك عملت عمل شوف نوفل الغرام اذيك اللي عايش بها انا انهارتي اللي كيف ينتهي واضح والدليل نوفل وانو الكيف تار من الاعلام التونسي والدليل كيف تار من الاعلام التونسي ما عادش نحب اولا ثانيا احتراما لحياك للمهنة قالك لا خرجتنا في بالك عامين ونص قانون طعملك ليك ايه تعمل وقتها ايه تعمل خصيصا ليانا وقتها صحيح ولكن انا احتراما لحياك للمهنة حتى عامين ونص لا لا مطر كيف اما قولي التلفزة تصور اكثر من المحامات لا في التلفزات العربية لا تلفزات العربية تلفزة العربية تلفزة في تونس لانا تحدث لانا تلفزة تلفزة تونس لانا تاع بي نقف معنا لعام هذا تلفزات الواذاك علش اخترنا وذيك التلفزة البرانية بما انها مشفرة بما انو استدعاها لانو استضافة معنازم نمشي من بالنسبة لتونس الكيف طار واحترام اللي هيكل المانا رغم اللي انا وانتي تعرف نوفي انا عندي اليوم قريبا 40 سنة محامات 40 سنة محامات ومش شوية 40 سنة محامات ومعنى الخدمة حتى في المحامات بالكيف ما عادش واحد يجري ويعمل وبالعكس نعطيك معلومة واكيد طار وانو العباد ما تجيكش ما تجيكش نقولك لايه بحاجة اخرى لايه بالكورة ولايه بكذا موش صحيح واذا كان في معناه في سني في عمري في تجاربي في كذا هو التعمل بالاساس الويه سامسرا العباد بشجيك مش صحيح اولا الساعة انتي وكريارك وانتي وانتي والشخصية متاعك وانتي والناس اشتعارفك ماناش موش نقيسه على الناس كلهم للأسف هو تقاوس نسكروا فاما محامين يستغلوا وجودهم في التالي وياخذوا قضايا ويهملهم وانتي تعرف حكايات من نوع هذا والله هذا على مسؤوليتك يا نوفل انا نحترم بارشة كل من يشتغل انتي تعرف تعرف وعندي ولدي فوق تولي تعرف ولدي صغير عمره تقريب 30 سنة من 29 سنة معناه ولا واحد فيهم حب يقرأ عندك ولا واحد فيهم حبي ولي محامي مش في برينا كلاسيكية كيما المسرسلات انا محامي ولا بس بياه ونقوموا صباح وولدي ولا كيفي محامي والله هذه النقطة اشوف نوفل انا في ملف من الملفات المتاعي وقتها الاشكال اللي وقع لي معناها واحد من الزملاء معناها جاي رافع قالوا سي فتح المودي قرأ تونس غير درجين انا قرأت تقريب تونس كاملة معنا سمح ليه اللي قرأ ويه والله والله قعدت لي في مخي الاستاذ فريد نصري بالمناسبة نشكره قال فتح المودي قرأ تونس معناها قرأت ألاف مؤلفة اي أربعة وثلاثين سنة تدريس مبارك الله ثمانية وثلاثين سنة محامات واربعين سنة وخمسة واربعين سنة اعلام معناها احسب هادهم دونك أولادي ولا واحد اللي عنه وراوني تعرف انها سق متاعي يا نوفل انها ستة متاع سباح نبدأ في الشارع اشتاء سيف خريف ستة متاع سباح نبدأ في المكتب متاعي نختم وثمانية متاع ليه لنرقد السهرني الحاجة الوحيدة للسهرني هي ريال مدريد نقض نسربون مرة الأخرى مرة الكتاح شبكري شوية اي مع البنتو ولا انا اكدلك مع البنتو الثاني في الميتانس هكارتالي زورك اه حسيتها اه حسيتها اشتتحل امور ماشية باهية اي اولادي اولادي راوني لما نسق متاعي لا ما نعملوش لا نحبو نعيشو حياتنا والا وانا في هذه ربما يكون ديمقراطي اكثر من لازم لانه حتى اولادي اليوم بو عندي بنتي الكبيرة يناست برك الله دكتورة في علم النفس بنتي سنة دكتورة في التجارة وولدي عامل كيف كيف ليه جاي معناها اي اه مواصني اما اما خممت كان واحد منهم فرضت عليه ولا واحدة موحامي كان خير حقني حقني ولانهم توقع حتى هما ربما الكبيرة اي ناس سوفيا ربما ندموا شوية لانه سعيب الدنيا وعندهم معناها ربما من اغلاط الكبيرة اللي عملتهم اني كنت ديمقراطي اكثر من لازم كما تونس ديمقراطية برشة برشة مش بيه ولا سعيد عايشينا عايشينا في البلاد ليليا طوانو ردوها موحامي اه ليليا ولا يانيس اه شات فيهم صحيح ان شاء الله قد تربي ليليا ايذي راهو بنت بنتي عمره عشر سنين اي وعندي ولد بنتي عمره ثلاثة سنين تقريب اما ليليا حاجة اخرى اه لول عاد اي ربي فضل صغرتني رديتي عايتولي بابي والله صعيب علي الكلمة شوية اي مقبولة ربي فضل العائلة يلا نمشي ونفاصل ثم نواصل مرحبا مرحبا في لبس شو درما فيك عودتنا ديمة بجديد وما نجيوكم لما يبدأ عندها ديمة جديد اليوم زادة عندها حاجة جديدة بيش تقدم هنا نحب تصفيق كبيرة على سارة خذيرة سافير الدرما فيك مرحبا بيك عايشي شناح ويلي حمد الله مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك ضد الأكسادة وزيدا بشي عاونهم على تقدم سن الجلد يعني دونك هو إلفا بريونيخ بالنسبة للفيتامين بي 5 دونك زيدا فيه ان كونسنتري داسيدي ليرونيك دونك هذيا النسل كل زيدا كيف كيف ينجمو يستعملوه هذيا سوختو كين الجلد تبدأ شيحبة ولا بهتا هذيا حال فعال جدا بش للمشكل امتاحهم لكن مش كين العباد زيدا اللي عندهم مشكلة هذيا نسكو اللي نجمو يستعملوه بش كيف كيف يلون prévenir لريد وليسينيو دلاج وقعدنا الغيتينال الغيتينال هذيا للعباد اللي متعرضين بش يكونوا عندهم دريد دريدول للعباد اللي عندهم اكل لتاش دو vieيس وزيدا العباد اللي عندهم دو لكني وانتو متو تبيعوهما بعض ما تيلزم نستعملوهما بعض ما ينجمو يستعملوهما بعضهم بانسور لكن فما طريقة للإستعمال الفيتامين بيسانك بالإنجمو يستعملوها في الصباح بعد ما ينطفو جوهما وبانسور بعضوا يعملوا لإكرامتهم في الليل كيف كيف ينطفو جوهما يحطو دابغ الغيتينال يقدو يستانيو 10 à 30 منت ومبعد يحطو الفيتامين بيسانك ومبعد كيف كيف يستانيو شوية ويحطو الكريم متاحا من الغدوة يعوذو الفاز هذيكا مثل الغيتينال يعوذوها بالفيتامين C نهار بنهار نجموش نستعملو الغيتينال والفيتامين C مع بعضهم نجموش نستعملو نهار بنهار نحب زيدا جوهما جوهما يستعملو الغيتينال والفيتامين C وجهم يسخن وإلا يحمر هما يسخيلوها ألرجي سيستانيوها بشوية بشوية نجمو الجمعة الأولى يستعملو لإلا بركة غيتينال والإلا بركة فيتامين C ويبدأوا يزيدو في النهارات بشوية بشوية لينيوالي وجمعة كيف لا ينجمو حتى لين الجلدة والبدان يويلف ويعطيك صحة سارة وين نلقاهم موجودين هذا يدو ما تلقاهم في الفارماسي والبرافارماسي موجودين ومتوفرين في كل الفارماسي والبرافارماسي إذا كانت فارماسي ما تلقاوش عندها راهو متوفرين في الدبويت يعني نجمو جيبوها ملكم واضح نشوفوا مع بعضنا الفيتير هذا من بعد نرجع ونحكي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وكيفيش دنيا كل سارة خديرة ممثلت وصفير الدرمافيق كلمة الختام بالنسبة لنا فسرتنا لمركل بوضوحاتك صحة عيشك حبيتنا نفكر إلي احنا عنا نحن نحن حانا يوفى نهار 1 و 30 مارس لذو ما لايمت فرصة الأخرى اي لايمت وقلتونا رجلتات بشقولهما هنا ايجا الله ايجا الله بشيربحو 5 ألف دينار كاش عبدواحد بشيربح خمسالف دنار كاش بحسب البارژ اليتخلو بانغانباني على الاحتياط الفيسبوك وانستغرام امتحانا انه يأتي بس المالية يقل على 40 دنار ويهروان يربطون من 20% تغفيت في المدده ويهرواني اليتخلواني على القرآن سي بيان سي بيان خمسالف دنار كاش انتم مريبوني من السورة كانت افضل منها خاصة نو رمضان على الابوهب من انا 31 مارس شانس كبيرة برشة فما زادتكم بشيربح 9 أخرين بقيمة 200 دينار شروط المسابقة كما كانت تحكينا ما فهمش ما أسهل منهم تكونوا أبوني في الليباج متاحهم في انستغرام وفيسبوك وتدخل تعامل كوموند أقل حاجة بـ 40 دينار وفهم 20% تخفيض معانتها أذاك باش تستمتع به معانتها وقت اللي تدخل تشري وآليا تدخل في القرعة ما تفلتوش الفرصة المسابقة توفى نهار 31 مارس والنتائج متاعنا متاع المسابقة هذي باش نقولوهماني 5000 دينار كاش ديبانداشا 1002 دينار تسعة من الناس إذا انتي تشري بأقل حاجة 40 دينار وعندك 20% رميز خاصة انتي تشري في حاجة فيها منفعة وبيش تنفعك مانيش معانتها وفوق من هذا الكل تنجم تكون منربحين حاجة هي لبرشة سارة خذيرة يعطيك صحة عايشك شكرا لك وربي أفريك يعطيك صحة مكسي بكو نكمل معكم في لبس شو مكسي